إنشاء مجموعة بنهاية هذا العنصر التعليمي ستكون قادراً على أن تذكر خطوات إنشاء مجموعة داخل إكسبلور من الواجهة الرئيسية لإكسبلور، انقر على إنشاء انقر على مجموعة نبدأ بكتابة عنوان المجموعة ثم نقوم بوصف المجموعة ثم نضع صورة تعبر عن المجموعة ويتم ذلك عن طريق سحب الصورة وإدراجها داخل المربع الموضح أو عن طريق النقر على زر إضافة ملف واختيار الصورة من الجهاز الخاص بك ولتحديد صلاحيات مشاركة المحتوى مع الآخرين، انقر على تحرير تقدم القنوات طريقة أخرى لتجميع المحتوى في موضوعات فعند اشتراكك في قناة ما، يصبح محتواها أكثر صلة بالموضوع في بحث إكسبلور وللاشتراك في قناة يتم ذلك عن طريق القائمة المنسدلة ولمساعدة المستخدمين في العثور بسرعة على المحتوى الذي تقوم بنشره نستخدم مستويات التقدير والتي تستخدم في تحديد الجمهور المناسب لهذا المحتوى وهي تعد أيضاً جزءاً من بحث إكسبلور ولتحديد مستوى التقدير المناسب، نقوم بالنقر على القائمة المنسدلة واختيار المستوى المناسب العلامات هي الكلمات الأساسية التي تحدد موضوعات المحتوى وهي تعد أيضاً جزءاً من بحث إكسبلور مما يؤدي إلى مساعدة المستخدمين على العثور بسرعة على هذا المحتوى ويتم وضع نوع هذا المورد سواء كان ملف HTML أو ملف صوت أو صورة وكذلك يمكنك وضع اسم المؤلف واسم المادة التعليمية التابع لها المورد وكذلك مجال المورد هل هو يتبع العلوم الإنسانية أو الفيزيائية أو الرياضية اضغط على زر حفظ ثم ابحث عن الموارد وقم بإضافتها إلى المجموعة ترجمة نانسي قنقر